وللمتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد دكتور خالد يعني من المنطقي أو من المعتاد أني أوجه رئيس البرلمان دعوة إلى رئيس الحكومة للإصراع في تشكيل حكومته اليوم بيان صادر يوقع عليه الرئاسات الثلاثة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس البلاد الثلاثة يدعون إلى الإصراع في تشكيل حكومة من يدعون بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لكم من الجميع ومشاهدين قناة الثلاثة العربية وشاكل لهذا الاتضافة يعني السؤال مهم جدا ومحوري واستراتيجي يعني عندما نتحدث عن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان هم جاءوا أيضا من الكثل السياسية ولكن محصلة رئيس البرلمان هو جاء خارج إطار المنظومة الحكومية والانتخابية بمعنى أن سيد عبد المهدي جاء بسبب المشاكل التي جاءت ما بين الاتلافين الكبيرين اتلاف الإصلاح والإعمار أو كتلة الإصلاح والإعمار وكتلة البنام اللتان لم تستطيعا أن تحسما مسألة الكتلة النيابية لأكثر عدد للإستدان للناصر المادة السادسة والسبعون لذلك اليوم الحديث عن هذه الحكومة تحتاج إلى توافقية بمعنى إرضاء بعض الأطراف السياسية من أجل استكمال الحقائب الوزارية الثمانية لأسيما الحقائب السيادية التي ما زالت جدل فيها خصوصا وزارة الدفاع والداخلية فضلا عن الوزارات المتبقية الأخرى هناك من يضغط على سيد عبد المهدي من أجل أن يقدم نصف الحقائب الوزارية الثمانية بمعنى أربع حقائب والحقائب الأخرى يريد أن يرحلها إلى جلسات أخرى وبالتأكيد هنا نتحدث عن أن هذا الاجتماع جاء من أجل أن يعطي رسالة واضحة إلى أطراف الكتلة السياسية بأن يجب أن تعطوا مزيدا من الأريحية وحرية الاختيار لسيد عبد المهدي ويجب أن تكون هناك وفق رؤية سيد عبد المهدي أن تكون مخرجات الكابينة الوزارية التي سوف تستكمل هي بسلة واحدة بمعنى أن تكون مرضية لجميع الأطراف السياسية بدون أن يكون هناك منع بعض الوزارات أو التحفظ على بعض الوزارات وبالتأكيد هذا يكشف لك إلى طبيعة الخلافات السياسية التي ما زالت تضغط بشكل أو بآخر في سبيل أن تكون هناك شخصيات تتسلم هذه المناصب دون غيرها دكتور خالد سيد عبد المهدي يحاول منذ حوالي أربعين يوما تقريبا يعني أن يلملم شتات هذه الحكومة وحتى الآن لم ينجح في ذلك ثم تمن يتخوف من ديق الوقت تبقى حوالي خمسة عشر يوما على مهلة دستورية صحيح؟ لا هي اليوم الحديث عن المهلة الدستورية يعني يوم 24 تم الحديث عن إخراج الكابينة الوزارية للسيد عبد المهدي 14 وزير وتعهد أمام البلمان أن يكون يوم 6 نوفمبر نهاية المدة الحقيقية لاستكمال الحكومة صحيح المادة الدستورية يتحدث عن 30 يوم ولكن طالما أن أكثر من نصف الحكومة موجودة يستطيع السيد عبد المهدي أن يدير الحكومة ولكن هنا نتحدث عن تحفظ السيد عبد المهدي بأنه هو محكوم ليس في إطار المدة الزمنية لأن المدة الزمنية قد انتهت في إطار إفراز نصف الكابينة الوزارية استنادل المادة 76 من الدستور التي تعطي لرئيس الوزراء المكلف 30 يوم وفق 30 يوم استطاع السيد عبد المهدي بموافقة الكتل السياسية أن يختار 14 وزير ويتم التصويت على كل وزير انفرادا ومن ثم على البرنامج الحكومي ولكن هنا نتحدث عن المسألة الحقيقية وهي أن استكمال الكابينة الوزارية هو يدخل في إطار استكمال البرنامج الحكومي الذي يجب أن يكون هناك وزير في هذه الوزارة من أجل أن يعمل برنامج وزاري ومن ثم يناقش في داخل مجلس الوزراء لينتقل المصادقة إلى مجلس الوزراء شكرا دكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد شكرا لك